إحصائياتهم تقول أن هناك 11 مليون تلميذ سيدخل غدا إلى المدارس أول ملاحظة هو أنه دخول متأخر جدا تقريبا كل دول العالم تم فيها الدخول المدرسي كان دول يتم فيها الدخول المدرسي في نهاية أوت ودول أخرى في بداية سبتمبر وأقصى تقدير هو منتصف سبتمبر نحن الآن غدا يكونوا نقضوا ثلاث أسابيع تماما من شهر سبتمبر وحتى عندنا في الجزائر كانت دخول المدرسي لا يتأخر إلى هذا الحد أنا ما كفيش التعطيل اللي داروه في دارته كورونا وأيضا إدارتهم الإجرامية لكورونا وما تسبب فيه من تعطيل للبلاد زادوا وسعوا في التعطيل زادوا أخروا خرجوا الناس خرجوا الأطفال والتلاميذ عموما خرجهم بكري ودخلوهم متأخرين جدا وهذا نابع للفوضى العارمة الموجودة عندهم وأيضا للقرارات المتسرعة مثل قرار إدخال الإنجليزية إدخال الإنجليزية شيء جميل الإنجليزية هي اللغة الأولى في العالم هي لغة التكنولوجيا هي لغة العلوم اليوم هي اللغة المسيطرة في العالم وقد تأخر كثير في الجزائر يعني الجزائر من الدول متأخرة جدا في موضوع الإنجليزية مع ذلك عندما جوا يدخلوا الإنجليزية جاء قرار هكذا على السريع وروح أبحث أنتع الآن على آلاف وربما عشرات الآلاف تعل الأساتذة أنتع الإنجليزية روح ألقاهم ودي لهم التدريب اللازم وبعض منهم تخرج منذ عدة سنوات ولم يجد عمل والبعض منهم انساقع واش الدرس والبعض منهم راح إلى اهتمامات أخرى إلى آخره كالعادة قرارات متسرعة ولذلك تفشل الأشياء وبعد راح تفشل الإنجليزية وتدريس الإنجليزية في الجزائر سيفشل مع هذه العصابة الفاشلة نتيجة من أهم الأسباب هو التسرع مرة أخرى بدون تخطيط حقيقي لكي تدخل لغة أجنبية للابتدائي في أي مكان في العالم الناس تخطط لها لسنوات يا سيدي خطوا لها لأشهر لا جاءت عن تبون ونتيجة لحسابات هكذا في إطار انزعاجهم في فترة معينة من الفرنسيس الآن لو كان عارفوا جيهم ماكرون في مجام قبل ثلاث أسباب كون بطلوا وعلى كل إن هناك لوبي فرنسي فرنكوفيلي مش فرنسي فقط بل لكن فرنكوفيلي لن يسمح بمرو الإنجليزية لن يسمح لا بمرو العربية ولا بالإنجليزية العربية رأي تعبان جدا ورهم يدرسوا بالدرجة في الغالب يعني في الغالب رأي تدريس بالدرجة حتى وين زعموا العكس ولذلك هناك جهل وتجهيل كبير فما بالك بالإنجليزية ولم يعود التلميذ الجزائري أو الطالب الجزائري يتقن أي لغة لا يتقن أي لغة في الحقيقة عبث حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة لكن ما يزيد من المرارة لدى الأباء ولدى الأمهات ولدى المعنيين والمهتمين بشؤون البلاد وبشؤون الناس هو أنه الأسعار المرتفعة جدا المبالغ فيها للأدوات المدرسية ومرة أخرى بين الأسباب الرئيسية انتاحة هو الطريقة التي تستعملوها في قضية الاستيراد عملوا بيروقراطية إضافية هذه البيروقراطية الإضافية تتطبق فقط على المستوردين اللي ما عندهمش كتاف عراض ما عندهمش ناس كبار داخل السلطة تساعدهم وأيضا نتيجة لتصرفات البنوك مع المصدرين من الشركات الأجنبية قبل شهرين أو ثلاثة كتبت الجهات المتخصصة في الصين كتبت للشركات قالوا مخذوا احذركم من الجزائر وما تدفعوا لهمش السلاع قبل ما تصلكم الأموال لأن البنوك تتأخر جدا وأحيانا لا تبعث الأموال نهائيا مما يزيد من التكلفة ومن ارتفاع الأسعار طريقة اللي يرهم يزعمون أنهم حابين يديروا تنظيم في تجارة الخارجية إلى آخر لكن في الحقيقة هذا ليس تنظيم هذا مزيد من العوائق البيروقراطية مزيد من خلق فرص منتع الرشوة مزيد من الفساد اللي يتحملها في النهاية هو المواطن الجزائري هو المستهلك في الجزائر الأسعار في المعدل ارتفعت ما بين 100% إلى 150% وأحيانا أكثر من ذلك بالنسبة للأدوات المدرسية في وقت أصلا القدرة الشرائية للناس منهارة والآن في حديث على أن ربما نقترب من 80% من الجزائريين بالمقياس العالمي بمقياس دولارين في اليوم للشخص لأن هذا هو خط حساب الفقر في العالم أنه اللي عنده أقل من دخلتها دولارين في اليوم يعتبر فقير أي أن الأسرة اللي فيها خمسة أشخاص لازم الدخل انتاحها يكون 300 دولار 300 دولار هي حوالي مش حوالي راهي الآن بسوق السكوار راهي 6 ملاي دولار راه يدير 200 دينار دولار واحد يدير 200 دينار أورو واحد يدير 210 دينار أو 120 دينار إذن إذا كانت عندك أسرة وركم خمسة أشخاص في هذه الأسرة وما كانش معدل 60 دولار لكل شخص أي 300 دولار لكم كخمسة أي 6 ملاي 60 ألف دينار جزائري في الشهر معنارك تحت خط الفقر هذه المقياس العالمي بهذا المقياس أجزم أنك 80% من الجزائرين تحت خط الفقر أو أكثر والحقيقة أنه من خلال الرسائل التي تصلني فقط أستشعر قضية الغبن والفقر وحيانا الجوة والله يتوصني رسائل تبكي الحجر على ناس اللي يقول لك عندي عشر سنين مخدمش شوف كاش متعاونة كاش مكاين أي خدمة أي عمل كاش متعاونة بشو يدراهم وأصبحت هذه الرسائل كثيرة جداً إلى درجة قلت للمساعدة للأسف ما متردش ليس لديك كيف ترد على هذا الناس كيف نرد عليهم إذن دخول مدرسي مرة أخرى بكل آلامه وبكل مشاكله هذا مع مستوى تعليمي منحدر تماماً مستوى تعليمي متخلف تماماً وأول أسباب التخلف المباشرة هي قضية الأنترنت مثلاً قاتلين الأنترنت في البلاد نضعفينها إذا تضعف ما عندوش حدود بينما الأنترنت تلعب بالدور الرئيسي اليوم في العالم أجمع خاصة بعد الكورونا وين دول وبلدان كثيرة جداً تستخدمت الأنترنت باش ما تروحش سنتين تع دراسة للأطفال والتلامير حتى الجامعات ما زال الأنترنت يتم إضعافها وكسرها وأصبحت اتصالات الجزائر للناس حتى هذه السلحفات اللي كانوا يجا يدروها بها مش سلحفات أكبر منها طبعاً هما ما يهمهمش هما في كلوب دي بان أو في فيلاتهم أو في أماكنهم الخاصة أو في زيرالدا أو في عندهم الأنترنت بالكابل وما عندهم مش مشكلة الأغلبية منهم مش الأغلبية كلهم وطبعاً لو كانوا ندخلوا في قضايا وهموم المدرسة ومشاكلها وممكن عشرات اللايبات وما نخلصش فيها خاصة لما نسمعهم من الخبراء ونسمعهم من المتخصصين أموم وبيداغوجيا وبرامج انقلاب في البرامج وتغييرات على السريع وعدم وجود درك تشوفوا مشكلة الكتب مثل كل عام ونشوفوا مشكلة في كثير من المدارس نقص نتعى الأساتذة خاصة قضية اللغات الفرنسية والإنجليزية بشكل خاص وأيضاً في تخصصات أخرى دركة حين نشوفوا مدارس اللي يوصل فيها خمسين طفل في القسم رح نشوفوا مدارس وين السقف مكسر وين ما الزجاج مكسر وبعد شوية يدخل شتاء مكان متفاءة لهم يحزنون طبعاً في بعض المدارس كين لكن في كثير من المدارس خاصة في المدن الداخلية أو في الأحياء الشعبية الأمور كارثية ومشكلة المحفظة اللي فيها عشرين كيلو وتجد الطفل عمره عشر سنين اتنى عشر سنين ما زال يعني في بدايات تكوين انتاع وداري اللي هو محفظة تهدوا وتهد كتافوا والناس عشرين سنة وهي تكلم على موضوع المحفظة هذه وهما ما زال بهذه الطريقة طبعاً تكلموا هذا العام على أساس أنه فيهم طابلات وكين للطابلات تركوا تشوفوا موضوع الطابلات هذا أيضاً تشوفوه برك في بعض المدارس في بعض الأقسام ومشاكله لأنهم أيضاً جاد قضية هكذا على السريع تسرعات تركوا تشوفوا بالله هذه المشكلة تتاعد الطابلات رح تكون مرة أخرى مشكلة أخرى بدل ما تحل أو تساهم في حل مشاكل بيداغوجية وتعليمية رح تزيد تعقد القضية هذه هي البلاد عندما تديرها مخابرات إرهابية ومافيا أسكرية بواجهة مدنية شديدة التخلف بواجهة مدنية شديدة الفساد بواجهة مدنية شديدة الفشل بواجهة مدنية لا تفهم ما يقدروش يديروا بلدية فما بالك أن يديروا دولة بأكثر من ربعين مليون ساكن فيها بكل تعقيداتها بكل مستوياتها لا يستطيعون لو أرادوا لا يستطيعون فما بالك أنهم لا يملكون لا الإرادة ولا الرقبة ولا القدرة إن أنا أمام كم شا أنتع مافيا إجرامية خربت البلاد ولا زال في التخريب ومستمرين في التخريب وين تروح تلقى الشكاوية عن الناس أينما تذهب تلقى الشكاوية عن الناس قلنا نسمعوا واحد اليوم في تعليقه على قضية الكاراريس على قضية المواد المدرسية عشرة ألف زدنا ألف هذا في المغرب في الدراهمنا يدير بطروة ميسانك في تورس يدير بطروة ميخولة هنا في لاجنيري أونز ميخولة هذا منكر كبير لكن لا يوجد شيء يدر عليه لا يوجد قناوات لا يوجد حاجة وهذه هي أوروبية يجيب الخير قلنا ما كاش قنوات لا رأى غالط كين قنوات لكن هاي القنوات وش تجيب وهي وش تتكلم المؤشرات كلها في الأخضر كلها في الأخضر اليوم البرمية كانت جاوز منذ ستة أشهر مئة دولار نلاحظ أن النمو في الجزائر زاد بعدما كان 2.3 و2.4 اليوم تجاوز 3.4 و3.6 كذلك نلاحظ أن ميزانية المدفوعات في الجزائر إيجابية وكذلك غياب العز بعد ما كان عز التجاري في سنوات الماضية هات سنة ما كانش عز التجاري وهذه كل المؤشرات أصبحت المؤشرات المالية والاقتصادية لجزائر أحسن لكثير من دول بحل أبيض المتوسط نلاحظ دول بحل أبيض المتوسط مؤشرات دول مؤشرات دول مؤشرات دول مؤشرات دول ماش معقول لما الناس تسمع هذا الكلام دعونا نفترض أنه وش راي يقول صحيح قال لك المؤشرات كلها راي في الأخضر والبلاد والاقتصاد ارتفع والدخل المليح والميزان التجاري في أفضل حالاته لما الناس تسمع هذا الكلام وتعيش الفقر وتعيش القهر تالأسعار وتعيش الارتفاع المتصاعد تاع كل المواد والندرة في المواد الناس تقول هم مش فهمين أنهم في الحقيقة يزيدوا من غضب الناس هم يعتقدوا أن بهذه الأمور يهدئوا صحيح القضية ما هيش قضية خطاب تلفزيوني مش قضية واحد يتكلم في قناة يجيبوا واحد من المرتزقة مثل هذا المرتزق اللي ريتكلم بالعكس هذا يزيد يعمق الغضب الشعبي إذا رأي وش رأي يقول صحيح علاش رأي نزيده في الفقر إلا وش رأي يقول صحيح علاه رأي الأسعار ترتفع إلا رأي شو يقول صحيح علاه رأي الناس ما تلقاش خدمة والشركة تغلق إلا رأي يقول صحيح علاش الناس رأي تتظاهر أو تحتج أو ما تروحش تخدم لأنهم كاللي ما يخلصوش وكاللي ما يخلصوش منذ أشهر إلا رأي يقول هذا الكلام صحيح والاقتصاد رأي في أفضل حالات وخير من دول البحر المتوسط كما قال هذه كارثة أكبر هذه مصيبة أعظم في الحقيقة وش رأي يقول هو كذب لكنهم يزيدوا من غضب الناس كيزيدوا يكذبوا عليهم وهم اللي يعيشوا المرارة الشديدة وش رأي يقول ينطبق على اللي ساكني في كلوب دي بان أو في بعض الفيلات الخاصة في حيدرا أو في بعض زيرالدا وستيفرجة على العصابة هذوك اللي ما يعرفوش أصلا لا أسعار المواد الغذائية ولا الخضر ولا الفواكه ولا اللحوم ولا دخول المدرسة كم يساوي ما يعرفوهاش لأن كل شي مدفوع وكل شي يجيهم في كراطن وكل شي يجيهم هذوك ما يعرفوش هذو الأشياء هذا رأي يخاطف فيه هذوك قلوا ما كاش مشكل راهي كل شي جميل وراح نزيدوا ونخلوكم نزيدوا حتى تنهبوا يعني يعني بروباغاندا في الحقيقة هذه المافيا تساهم في تدميرها ولو بعد حين عندما تنشر هذه البروباغاندا يمكن جاء عندهم ناس عقلاء يجيوا يخرجوا يقولوا شوف الأوضاع راهي سيئة أوضاعنا راهي سيئة حقيقة الأموال اللي عندنا راهي راهي تتكل وراهي تروح صحيح ارتفع شوية البترول لكن ما راناش نبيعوا كثير بيترول رانا نبيعوا أقل من مليون برميل في أفضل الحالات ورانا بعد ستين سنة من الاستقلال ما نبيعوا إلا البترول والغاز صحيح الغاز ارتفع سعره لكن في نهاية المطاف راه ما يغطيش الاستيراد والدليل الندرة الهائلة لكثير من المواد بما فيها الأدوية في البلاد اليوم كثير من الأدوية مفقودة كي الناس يفقدوا حياتهم يفقدوا أعزائهم لأنهم لا يجدون دواء وحيان أدوية بالغة الخطورة أدوية مثلاً تعالى السرطان تعالى الأطفال مثلاً لكن هذه أخبار الساعة الثامنة وقنوات الرانجيرز وجرائد الرانجيرز ومحللين الرانجيرز في النهاية يدفعون ويزيدون في الغضب والغضب رهي تصعد ونحن نتجه نحو خريف غضب وشتاء غضب حقيقي وبكل أسف وألم نتجه نحو ثورة جياع نحن نتجه نحو ذلك بدل من أن يكون عندهم على الأقل الصراحة باش يقولوا للشعب هاي الحقائق والشعب يعرف أنهم لصوص والشعب يعرف أنهم ينهبون بلا حدود والشعب يعرف أن الأموال تهرب لكن يزيدوا يكذبوا عليه ويجيبوا هذا المحللين باش يزيدوا في غضب الناس وإذاك لم يعد أحد يستمع إليهم وإلى قنواتهم وإلى جرائدهم وإلى أن الناس تبحث في أي مكان كيش ما تلقى معلومة في أي مكان في تعوصل الاجتماعي أو كيش ما يلقى واحد يقدر يقول لهم حقائق اللي رهي هم يعايشوها ويشوفوها ولولا إضعاف الأنترنت اللي رههم دائرينه لو كاركم تشوفوا مثلاً بدل ما تشوف أن هذا اللايب بعد غضوة يكونوا شافوه مئتين ألف أو مئتين وعشر ألاف أو عشرين ألف مثلاً عن اليوتيوب وعشرة الألاف على الفيسبوك من قاتلين هذه الصفحة رح تشوف ربما خمس ست مرات أكثر من ذلك على سبيل المثال لأن الناس لم تعد تصدقهم إطلاقاً وعنا نشوفها فقط من الرسائل أو من تعليقات اللي أحياناً عندما يكون عندي وقت نقرأ شوية تعليقات نشوف الإحساس تعالى الناس إحساس العارم